اروح ليه اخبارنا الاخرى الخاصة بيه انا ديه الاخرى نادي الزمالك حقيقة تعامل مع موقف سامسونج حقيقة بشكل جاي اتفق معاه انه هو هيديه الفلوس فديه له 250 الف دولار لكن هل اللاعب في اقتناع داخل مجلس الادارة بانه هو يكمل لا فقال لك ايه خلاص احنا اديناه الفلوس و احنا مش ينفع برضه يعني مدى ما احنا مش مقتنعين يعني خلينا ايه ننهي العقد بالتراضي ففيه موقف في الفترة القادمة مع سامسونج ان هما يتكلموا معانا يفسخوا العقد بالتراضي بعد الفلوس اللي ادفعت له 250 الف دولار اللي اتحولوا بالنسبة للمستحقات الخاصة بسامسونج مصففة فتحي فيه كلام طبع الفترة فاتت عن المفاوضات الخاصة بمصففة فتحي انه يعود لنادي الزمالك مرة اخرى وكان فيه كلام شافهي مع المسجدين في نادي بيرامدز وان كان طبعا المبلغ اللي تم طلبه لان مصففة فتحي ينتقل لنادي الزمالك مبلغ كبير بان كان في 100 مليون جنيه هل نادي الزمالك يعني يدفع فلوس زي كده دلوقتي او اي نادي الحقيقة برضو الامور بالنسبة لان ده هل 100 مليون جنيه بقت يعني رقم عادي انه ممكن يتقال من من نادي اللي عاعب ينتقل من نادي مصري لنادي مصري اخر برضو دي امور ممكن تكون صعبة في الوقت الحالي لكن ده الطلبات اللي طلبها نادي بيرامدز هناك لعبين متواجدين داخل نادي الزمالك زي محمد عاطف واموهاب ياسر فرصهم هتزيد الفترة اللي جاية خلصوا ان هم بنتكلم ان موجودين في مكان زي احمد سيد زيزو مثلا موجود في المكان ده فتواجدوا مع المنتخب الولمبي في الولمبياد في باريس يدي فرصة للعيبة زي مهابي ياسر ومحمد عاطف ان هم متواجدين في التشكيلة الخاصة بنادي زي مالك او التواجد حتى با المفريق في الفترة القادمة تعرفين طبعا ان زيزو احد اللعبين هو والنني اللي تم اختيارهم مع المنتخب الولمبي للسفر للولمبياد وليعب الولمبياد ان شاء الله في الفترة القادمة إن شاء الله منتخبنا الأولمبي عنده مهمة صعبة وإن كان طبعا إن شاء الله اللعيبة نتمنى لهم التوفيق وإن هم رجال شكل هيبقى مختلف تاريخ بتعملوا لنفسك فتمنى لهم التوفيق بأمر الله